نشوف تريند الأهلي واللي كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أول حاجة حساب في الجول والحساب الرسمي في الجول على تويتر كشفوا عن قيمة الأهلي المسافرة لمباراة السوبر غياب أليو ديانج ورقفة خليل دي أبرز الغيابات طيب القيمة تتكون من محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير رمي ربيعة محمود متولي ياسر إبراهيم محمد عبد المنعب أيمن أشرف علي معلول محمد هاني أكرم توفيه كريم فؤاد حمدي فتحي عمر السلية مجد أفشا حسيني الشحات أحمد عبدالقادر طاهر بيرسي تاو برونو سافيو أحمد نبيل كوكا محمد شريف شادي حسين حسام حسن عايز أكد على حاجة بس مهمة النادي الأهلي لم يعلن القيمة حتى الآن بشكل رسم رغم سفر البعصة ووصلت منذ لحظات إلى أبو ظبي لكن القيمة المنشورة من خلال موقع في الجول بنسبة 100% غير صحيحة في بعض الأسماء مش موجودة لكن النادي الأهلي هي قيمته الرسمية خلال الساعات القادمة مع دخول الفريل للتدريبات بدءا من الغد لكن في بعض الأسماء اللي موجودة في القيمة تبقى للموجودة على موقع في الجول أسماء غير موجودة ضمن البعصة المسافرة طيب حساب كورا 11 بيكلموا عن مارسل كولر حساب كورا 11 على تويتر نشره كولر يعلن حالة التأهب لمباراة السوبر أمام الزمالك السويسري يفرد قيود على لاعب الأهلي قبل مباراة القمة للاستعداد للموقع المنتظرة من أجل خطف أول ديربي تحت قيادة المارد الأحمر أول قمة وأول ديربي لكولر مع الأهلي إن شاء الله تكون بداية موفقة البدايات مهمة جدا لاستكمال المشوار بشكل ناجح حساب الوطن سبورت على تويتر أيضا نشره كولر يستعين بمباراة القطبين آخر ثلاث سنوات قبل السوبر أمام الزمالك يعني أعتقد هيكون فيه شك في الخبر ده لأن فريق ناجح الزمالك تحديدا فيه تغيير في بعض العناصر فالاهتمام أكتر هيكون آخر مباراتين في الدور العام عن مباراة القمة التي تلعبت قبل كده لأنه فيه تغيير في شكل خط الدفاع ووسط ملعب فريق الزمالك عن الفترة السابقة لكن الأهل إن شاء الله هيكون جاهز المباراة والأهل عنده تحديات كبيرة جدا في هذه المباراة حساب كورة بلس على تويتر أيضا مصدر لكورة بلس عمر السلية هو الخيار الأول ليعود غياب ديانج أمام الزمالك وأنا بأكد أن الكلام ده لسه مش مؤكد وتوقعوا مفاجآت في شكل التشكيل اللي ممكن يظهر فيه مباراة القمة لن نخود في أي تفاصيل فنية مش هلكش في الأسرار ومش هلكش في الكواليس لكن أكيد غياب أليو ديانج هيبقى فيها خيارات فنية متعددة لمارسل كولر إيه اللي هيستقر عليه؟ ده هنعرفه يوم الجمعة إن شاء الله الساعة سبعة لما تنطلق صافرة البداية ولكن تشكيل الأهلي غير مؤكد ومحدش هيقدر يتنبأ بالصورة والشكل يلعب به مارسل كولر في ظل إنها هيواجه فريرة اللي بيلعب دايما بطريقة أقل مجهود وأفضل نتيجة ما بيعملش مباراة كبيرة ما بيكسبش بأداء كبير لكن بيعرف يخطف الفوز وبالتالي دي محتاجة سياسة فنية أو سياسة إدارة فنية معينة من مارسل كولر وده هنشوفه إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة الوطن سبورتي بيتكلموا على إن التحاد الكرة يختر الأهل والزمالك باللجوء للوقت الإضافي في السوبر بص يا جماعة عشان بس التفاصيل دي الإعلام بيحب يعني إيه؟ يبروزها بشكل كبير ولكن هي الفكرة في حد ذاتها مفيش إختار بالليحة الليحة موجودة مع الفريقين وكل فريق مع ليحة السوبر بتاعت 2020-2021 فمعروف أنت تلعب السوبر ده ما بين بطل الدوري ومسلا وصيف الكاس السوبر اللي بعديه بطل الدوري ووصيف الدوري فكل نادي عارف الليحة بتاعته الليحة بتاعت السوبر 2020-2021 فيها إكسترا تايم إذا انتهت المباراة في وقتها الأصل بالتعادل السلبي أو التعادل الإيجابي لكن يعني الناس بتحاول تفكر المشاهد أو القارئ بالمعلومة فبتقوله أنه فيه إختار عشان المباراة بفيها إكسترا تايم حساب بكورة بلسة على تويتر أيضا وتصرحات للسيد سهيلة العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجنس أبوظابي والمدير التنفيذي واللي تكلم فيها على ساعة استادة ملعب هزاع بن زايد واللي قال ساعة الملعب 25 ألف هتتقسم مناصفة بين جمهور الفريقين كل فريق هياخد الجزء المخصص ليه الأهلي في الثالثة شمال الزمارك في الثالثة يمين وفيه قايمة ممنوعات خاصة بالجماهير هيتم الإعلان عنها خلال الساعات اللي جاية وهي نفس القايمة اللي كانت موجودة في آخر بطولة أوم إفريقيا اللي اتنظمت في مصر عام 2019 آخر حاجة في تريند الأهلي حساب يلا كورة عبد المنعم يخضع لجراحة بعد قمة السوبر أمام الزمالك هي الفكرة بحد ذاتها والخبر لسه مش رسمي ولكن اللي عايز أأكد عليه إصابة محمد عبد المنعم في لقاء أسوان لن تمنعه من خود مباراة الزمالك وفكرة أنه يكون فيه عملية جراحية من عدمها الأمر متوقف على الفترة اللي جاية فيه مساحة وقت ما فيش مساحة وقت اللعب عيل عم مباراة الزمالك بشكل طبيعي فبالتالي أتمنى محدش بس يتكلم على عملية جراحية أو يتكلم إلا هيحصل فترة جالة إن اللعب جاهز لمباراة الزمالك وإن شاء الله بإذن الله مش هيكون فيه أي شيء الفترة اللي جاية واللعب عيكون جاهز بشكل جيد جدا للقاء الزمالك وإن شاء الله بعد كده فيه مساحة وقت بقى نشوف بعد كده أي لعب مصاب ممكن يرجع أمتى يرتاح أمتى محتاج إيه بعد التوقف اللي جاي لن الأهل عيرجع يلعب يوم 2 نوفمبر ثم فيه توقف لغاية منتصف نوفمبر